وإلى الرياضة ومباراة الودية قبل مباراة الافتتاح لبطولة رابطة أنجمينة لكرة القدم دورة 2016 التفاصيل لدى آدم حسن مكاوي المباراة الودية قبل الافتتاحية لبطولة رابطة أنجمينة دورة 17 و2000 و16 و2000 التي جمعت بين فريق متى بنو للعبين القدامة الذي أتيحت له الفرصة ليلعب في هذا اللقاء مع فريق الشباب كانت شبيهة على حد كبير بالمثال الذي يقول لا تحكم على الناس من مظاهرهم فعامل التقدم في السن ونقص اللاقة البدنية في صفوف لاعبي متى بنو للعبين القدامة تم تعويضها بالخبرة فالسلة في هذه المواجهة لو كان لها لسان لا نطقت من دقة التصويب الذي اشتاحها من قبل اللاعبين القدامة بالإضافة إلى تضييق الخناق الدفاعي على فريق الشباب وانتهت المباراة بتقلب فريق متى بنو على نظيره فريق الشباب ب38 نقطة مقابل 29 المباراة الثانية أيضا جمعت فريق متى بنو للعبين القدامة مع فريق متى بنو ألف وصارت المباراة على نفس المنوال السابق وقد ضمت تشكيلة فريق اللاعبين القدامة في هذه المباراة كل من اللاعب دانيال وديجي داكور والسامسون كايتولدي الذين شكلوا ثلاثيا هجوميا خطرا على سلة الفريق الخصم حيث سجل اللاعبان سامسون كايتولدي ودانيال أربعين نقطة وانتهت المباراة الثانية أيضا لصالح أصحاب الخبرة فريق متى بنو للعبين القدامة هذه المباراة سمحت للعبين الناشئين والشباب بأن يلتمسوا إبداع ومواهب القدامة في كرة السلة ليؤكدوا لهم بأن التألق لا يحتاج إلى سن أو زمان أو مكان